أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيت الله في الأراضي الروح وارواح العالمين لترى بمقدمه الفداء السلام عليكم وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أهل بيته الطيبين شكرا لكم جميعا لكم لذلك نحن في 50 قسم لذلك ننتهي بـ الله لا إله إلا هو ننتهي بـ الله كما هو من المساعدة هذا هو التوحيد وننتهي بـ التوحيد فينا هذا هو التوحيد أحد و واحد ننتهي إلى المساعدة من أنه يتبع لأنه يكون لديه ومع المعرفة ومع المدينة ومع المدينة ومع المدينة ومع المدينة ومع المدينة هذا يتمكن من المدينة ونحن سيطح أنه ليس لديه لأنه يقول لهم أنه يكون لديه لديه بأنه يجب أن يكون لديه وأنه ليس من مدينة هو كان لذا الشخص Garrett لم أكن من رأسهم لديه مواصفل إلي ما يجبدي هم يقوم بها بما يقوم بها لاحقا ما يجب عليك أنزع هذا النيظار يجب أن يكون مجردًا لذا يمكن أن يكون في هذا المسيطة فهي لا يمكن أن يكون لها ويجب أن يكون لها ويجب أن يكون لها لذلك نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا أعلاون لا يمكن أن يكون لها لذا سنعود من هنا له ما في السماوات وما في الأرض لذلك يوجد كل ما في الأرض ويجب أن يكون هذا المسيطة لذلك نفهم لذلك نفهم سأخذ بعض المسيطة ثم سأخذهم المسيطة 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 أريد أن تبدأ من هذا المسيطة 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 جيدة المسيطة 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 إذا فأرانياً مما يعمل؟ لا السلبي بأقرار فالتقف بأقرار تسحو سيدي لسيجح أخرى إذا ع contributorsبت بتمكنك تعرفي هذه الأمام أعتقد أنها أمام أيضاً في التروife ولكنها تبدو يبدو جميل إذا فأرانياً آخر مما يقول ذلك؟ لا لا أنا أحسن إجازاك ما الذي تفق tracker بهذا فأرانياً مما يقول ذلك؟ لا يس يس إن شاء الله لا يستطيعها ولكن إذا كان لديك عدد وستخدمك أقول لا إنه ستعلم ستعلمك ستعلمك بشأنك لكنك تتعلمها لأيضاً لا لا لأيضاً 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 ستعلمها ستعلم حسنًا ولأيضاً المفهلة بالتحدث الأول كما تتعلمة ينزل إنها نفسك مثلاً إنك حالي ضرمك إنها تساعدة لنزل كما تر phenomen إنها نفسك لا تتعلمة ولكن إنها عامة for example اما راح تصبح م دار من قول مرحل فلان هذا ليس يسموه ادن ان تنزلتها و يمكنك تنزل لن يمكنك تنزل صحيح هذا على صحيح احتمالك لهذا ارتبط تشتعي اخر خروج هو لا تسيت من دارها اشعر في المشروع اشياء تحصدك سوف ترابعوا معك لا 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 تحصد مختلفة وعندما التفظتم بهم في المشروع لانه ours وليس يرابعوا معك في اما ترابعا سوف ترابع أحزارهet صحيح هل ترابعين خلاص؟ لاحقا لقيت لنفسك في حالة لكن في السوال نتمنى أنك لا تتحصل الشباب الأخرى فهذا يمكن الأدوان فهذا ليس لديك ويحدث أتمنى نتحدث نحن نريد أن تجده ويسرس الأدوان ويقضي الأدوان فهذا يمكن أن نفعله إنه ليس جيدًا لك لكنهم يمكنهم يمكنهم نعم إذا كان محاولة تسمية يمكن أن تسمية أحدهم لا إنه محاولة كانت تفرق مع الحالي بين الحالي و الحالي مع الحالي نعم هذا هو محاولة ثم محاولة والطول هذا هو حقا 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 فعلا بحقا حقا هذا هو حقا حقا وانه عبد المشكلة وانه كان يسوى حقا فقالا سيارة وانه تزوى فهلا لا يعرف بذلك ولكنه يسعني انه مرحب مجرد هل يستطيع يسيش نبغة؟ نعم يستطيع يسيش نبغة يستطيع يسيش نبغة يستطيع بشكل مستحيل هذا الإيبلي لا يسيش جديد هناك مختلف مختلفة عيبلي وخلط عقس وامستحيل ف Roh المن اللطفان لقد عمل جيدا إنه لديه هل يمكنك أن يقرأ؟ نعم لأنه هناك مختلفة بين المستقبل و المستقبل و المستقبل أن يقرأ مستقبل أن يقرأ مستقبل أن يقرأ حسنا هل لديك أخرى مثالك في حياتك لديك مستقبل ماذا؟ فقط مايناك يتنظر؟ مايناك تسحين إذن؟ ماذا كنت؟ هذا ليس لك مايناك تسحين إذن؟ يا عيه بسيطة مع الأول ولكن من المستقبل أن يحضروا بسيطة على какие سحيطة لأنهم يستطيع أن تلك مستقبل حتى لو تسروا المساعدة يمكنهم ايضاً يمكنهم ايضاً يمكنهم ايضاً يمكنهم ايضاً أيضاً ايضاً؟ ماذا؟ لا شيء لا شيء انا فقط اطلق اكتبت هذا الوصول اكتبت ثاني المساعدة مالك كما يعني مالك و مالك كما يعني كما يعني الله يقول لَهُ مَافِ السَّمَمَاتِ وَارَهُ كما يعني تصبح ايش ظاكاً وَارَهُ وَهُمْ يقوى انيه لسه جميل مالك والمالك انا ص fui ايش ظاكاً انا صنع انا ملك و هذا ما نسيته المالك المالك في هذا المنطقة هناك لديه ملاحظة من المنطقة التي تنزلها هم فهي المنطقة ولكن هناك مراني يريد أن يطلبهم فهي الأمر فهي سألتهم فهي لا يمكنك إلالها بل يمكنك إلالها هم فهي مراني ولكن لا يمكنهم التقرير من لا يريد على أن يواجه �데 مالك هو هذا المفرقة مالك هو مالك هو مالك مالك هو مالك هو مالك هو مالك إذن هذا مفرط؟ نعم يعمل فقط بخير هذا الرجل هو الفرق أمه for that right so the the Malik is who have the authority the one who controls is Malik, Malik is the owner Malik is who controls. is that clear? right so for example if this man he is the owner right and he wants to go away so he decided to give this man the authority لكي تبغير فيه ويصبحهم بتد Noel لكن اللقاء فتهم به من خارج لكن هم يمكن إم the أخرى كيف يفعل تיכ보يه leader هذه الشماء أو هذا الكير اختmake securely الذي يبحث على الأع richtى لديلенный الذي أ feetake واحد chamص alguém نعم هو 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 في المنطقة هو 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 عمل الملتقل ما ستحدث هنا وهذا الشريط هو شخص عمو هو هل الناس هنا نعم نعم حسنا نحن نعرض كل هذه العموات لنفع ماذا يدعون له ما في السمامات والأرض don't! I'm not. is your arm yours? yes! uhmm so if by accident we lost then we lost it it's still ours but under the in the grave it doesn't work right? Yeah! so remember those who are really ours is anything MECHAN bread anything stay after us و أي شيء Forex Wine So Google хорошо So we discuss the example So who is the real honor then Martintyba What are the criterios for the real honor Allah Allah Why do you say that I mean you are right might again Because like Allah made us all these creations He made us 것 He made us the dirt He made us المترجم الى المعرفة وكيف كاننا نعرف المعرفة المعرفة لكن، مما أريد السبيل هل ينجحوني كل الحقيقة التي تضغط بها؟ أكثر، كانت هناك مهمة كل الحقيقة لأنه لن يتجاري وإنه مغلق لا ينزل أسلقه لأنه سيكون لن يتجاري منه لأنه سيكون هنا، أين يتجاري؟ وأنه يكون هناك كل شيء يكون هناك لا يوجد تقويره فهي هو الشخص الأول الله سبحانه وتعالى يكون شخص الأول اتمنى أنه يكون مالك هذا يكون شخص الأول ويكون شخص الأول هو الشخص الأول سمع هذا المساعد أعني أنك سيكون هذا مرحباً 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 لا أعرف إذا أخذك أخذك مرحباً لكن ما يمكن أن تساعدنا في نفسنا هذا هو المهم سألت تحديث عن الأول الأول أمان أن هناك مرحباً ويوجد هذه المرحبات ويوجد جميزة ويوجد هذه المرحبات they decided to go there and collect and they are playing with it but then the owner came and the owner told them look, you have the whole day you can collect whatever you like at the end of the day when you leave you will give me everything it's a bit boring to collect isn't it but then he said give them another condition with you, as you came as a group there is somebody who is crippled, he cannot do much and there is another one ماذا يكلفه أنه لا يمكن أن نملكه إذا قمناهم تجعله في الأنهية التي تجعلها سأخبرها أنت تجعلها ما ستفعله في هذا اليوم تجعلها من النهائة إلى النهائة إذا ستفعله ماذا ستفعله؟ ستفعلها ستفعلها فإن يجب أن يتفعله لكي تفعله لأن هذا هو إيجابة لإمكانه أسنه؟ هذه هي تحقيقية تحقيقية لأن الله هو الوحيد أخبرنا ما يوجد في هذه الحياة سأعود منك عندما يموت هل تأخذ أي شيء منك؟ لا لا، لا تأخذ أي شيء منك؟ لا تأخذ أي شيء منك؟ نعم، تأخذ أي شيء منك؟ لا نعم، أخذ أي شيء منك؟ أخذ أي شيء منك؟ أخذ أي شيء من الماتيسية لا يأخذ أي شيء من الماتيسية ولكن الله أنت بقى نفسك هل entertaining منك؟ مفيدنون أن يتقمت بك؟ بل هذا المهنم، يهم كل شيء من الممتين من أن يحصل على أن يتقمت بك؟ ترجمة نانسي قنقر سأجد أنت مستقر لكي لا تتعلم لكي لا تتعلم لكي سيديك قصة لكي ترجمة نانسي قنقر إمام علي كانت 15 وقت كانت مقابلة كانت محقاً كانت محقاً كانت محقاً على رقمه كانت محقاً كانت يتعلم وكانت تتعلم من العربي then when he grew older one day he had 20,000 dollar well not a dollar 20,000 dinar whatever 20,000 something coin right golden coin and he was so happy and people could not understand because this pious Imam Ali that he doesn't care about life how come suddenly he fell to this temptation of 20,000 so they did ask him he said no when I was 15 I was crying because I could not build anything in my Akhirah I have no money to give while now I have 20,000 so he gave them all it's amazing isn't it we need really we need to think about this deeply what are we doing in this life how can we get the best of it so this is one application the second so we need to think about sorry this is the first application we need to collect wisely we have a time we have really limited time we don't have much to go I mean alhamdulillah all of you young you have longer than us but even that longer believe me one third of it you are asleep and the other hopefully hopefully you will be awake enough to do something to your reality so collect wisely collect what is worth collection don't collect games please don't collect money well if you are wise you collect money to give it but if you keep it and keep it and die it does not make any sense it just does not make any sense the other example these are two examples so they were given a car for two weeks so the first one he got a Porsche and he loved it so he spent the whole time polishing it having it right and then come back and polishing it from inside from outside and when you talk to him he said look at that beautiful car isn't it so he was so proud of it the other one was giving this ugly car what he did he started going around helping others by giving them ride or dispense something right so which one do you want to hang out with the red the red one the red one right so in reality if we want to apply this in our real life what's our vehicle in this life because just imagine if our soul is real us and Allah has given us a vehicle here to walk around what's our vehicle in this material life legs legs well legs the body excellent so people can spend all their lives building up their six packs and their pectorals and all these things what are they doing are they like the red car or the Porsche car the red car no it's not like the red car it's like the Porsche car so they are spending all this and if I add to the story those two guys they have an exam and they have to prepare for an exam the first one spent the two the two weeks polishing his Porsche and he failed what do you think what do you think about such a man he blitzes just well either stupid or rubbish or something like that but so if you want to apply it on our life we spend lots and lots of our time polishing this body to make it better at the end we will lose it to the ground this is for the boys I would not miss the girls in this so the girls also they can they can put lots and lots of effort to make this body beautiful so both both these examples they are one of those what do you call them in the school this group the popular right so so they try to be in the popular well some of the popular are good we have disagreement here but well let's say the bad popular so they want to be popular and I want to be with the popular I spend all my time to be nice but but give me the reality do you really like to walk with the bad popular are you so much interested in walking with somebody who looks beautiful but empty from inside there's no fun in that isn't it no 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 yes so this is another application let me think about what I should do I'll take you a step further I'll talk about somebody I know who actually he had a car accident and he had a brain injury with that and with that brain injury he lost lots of his memory so he thought that part of you know each one of us will read and study and do all these things and we think this is part of us because now this is part of of my knowledge so it's part of me but believe me when you have a car accident you will lose memory so it's frightening because even even what I thought it's mine it can be not mine who is the real owner of my mind what do you think even the mind sometimes could be not mine how can I transfer transform something in this life from being not mine to being mine how can I make it part of me when this man has the car accident all what's left for him it's what became a trade for example if he was really generous before the accident when he had the accident and he lost the memory he did not lose his generosity so only things that he transformed to be part of him so let's let's take this example seriously because if we grow older and mashallah in these western countries people do grow older and they then lose their cognition they cannot understand they go demented and those demented people only only what became part of them will stay so you can see somebody who was bad all his life but his mind is controlling it and doesn't appear when the mind control goes away the reality appears so somebody who loves to eat and eat and eat when they get demented it's very ugly they just eat and so on so really we need to take this further we use we have to use our time wisely we have to collect what's really start to be in our ownership we have to really own it and these as Muhammad said it's it's the good deeds that we transfer them to be part of us now the third one is what does Shakur mean thankful if I'm thankful to Ali what does that mean Ali it means that no I want him to answer me he doesn't mean doesn't know what I'm thankful for come on I'm thankful for something that I did for you you did something for me and I'm thankful what does that mean for you it means that what did I do what I appreciate it appreciation I love that Ali very eloquent so what does mean in Quran when Quran say and Allah is thankful Wallahu shakur why would Allah be thankful I mean I did something good to Ali so I mean Allah he has the honor he is he is the honor of everything what could I have done for him to thank me it's like it's like if there's like a general in the army it's just Muhammad can you hear Muhammad he's talking if there's a general in the army and some soldier helps another soldier or like saves his life of course the general will be thankful because it's part of the army and so it's like inshallah our relation with Allah is not an army but yeah it's a good example good so I'll give you this example so this young man he so much loved to ride his father's car right so his father gave him the keys and he's out of excitement he went out now if it happened that he's very not careful and he crushed it is he is he doing anything good no is he appreciating what his father gave him no so really he needs to be appreciative right now if we want to apply this in our life thankfulness is appreciation how so how can we be thankful to Allah thankful for our bodies and the stuff Allah subhanahu wa ta'ala has given us right so the first is our body so we have to take care of this first gift what other so I point to his mind so we have to be thankful to knowledge excellent so how can we be thankful to the knowledge by using excellent excellent so all this can come from are we appreciative to what he gave us and how can we be shakurt so you can see understanding the malik and malik understanding the idea that gives us a lot of application let's wrap this up together now Allah Almighty is the only reen owner of everything and this ownership as Imam Ali described him he is malik and malik he is the owner to what he gave you ownership on so he gave you your body but he's really the owner of it he gave you even your mind but really he is because he told us he can come between you and your heart you and your mind amazing how close can he be in and most of what we owned in this life is temporary only by agreement so because of this it has this clarity it has it it's not part of us it can stay after us and others can use it understanding this would help us in we have a wise collection of things so we don't collect what's not really going to stay with us we need to collect what really needs to be collected that means lots of application think about everything around you and think how can you make the best of it then if we know that we are not the owner why should we spend lots of time of something that we don't own so we have a wise use of time and with this we will be really thankful and appreciative to all what he gave us so our weekly exercise will be I will give you part of Dua Al-Ahd and I won't read it for you I would leave it to you to read it and with all what we have not only in this lecture in all these six lectures what are you going to understand from that don't write a lot just one page will be good and please look at the verses in Surah Al-Qalam in Surah Al-Qalam there is a story I don't want to tell you I want you to do some research these are the verses it is a story about people who have a farm and then I will leave it for you I want to connect this to what we talked about and what today and tell me what you think happened to them and why and the last thing is the practical application what's your plan in the light of the application of the name of almighty in our life he is the owner how does that help you in this understanding that we talked about today what sort of application you want now to implement in your life because really I hope that you understood what I'm trying to explain and tell me where your imagination will take you any questions all right so say salamat then allah 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 allah